اهلا بكم في خلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد في سلسلة حلقات كل يوم معلومة جديدة عن برج والنهاردة هنتكلم عن برج قيادي برج واثق في نفسه برج ترابي وهو برج الطور هنتكلم عن حاجة معينة متعملهاش مع برج الطور لو انت معجب بيه عايز تشده اقول حاجتين كل مرة لانش عايز الفيديو ستكون طويب لو انت مهتم بحاجة من برج الطور وعايز تجذبه وعايز تشده ليك ما تكونش شخص متسرع ما تكونش شخص سريع بالعكس خليك شخص بطيق متقني خد وقتك ان انت تعرفه وتخليه هو كمان يعرفك كويس يعني الطور مش هرتبط باي حد ان هو بري بيك ان هو تختار حده معين هو بريفكشنست زيه زي العزراء فدايما هو شخص بطيق عايز الشخص اللي قدام يكون بنفس درجة بطء حتى لو اسرع شوية او ابطأ شوية مفيش مشكلة بس ما يحسش ان انت اسرع منه وابيال ان هو مش قادر يحصره كمان لو انت مهتم ببرج التور اياك وتجذب قدام او ترفه وتدور برج التور من الابراج اللي عندهم حاس صادسة قوي جدا عنده جهاز كشف تكذب ان هو محلل بارع جدا جدا فلو انت عايز حاجة من برج التور او حصل معك مشكلة او حصل معك موقف لازم تعمل حاجة واحدة بس ان انت تكون صريح بلاش اللف والداران بلاش العتاب بلاش الكلام الكتير مع برج التور يعني هاتمن الاخر لان هو هيحترمك اما لو انت كذبت عليه وقعت تلف والدور وتعمل سنانكس كده هو هيبقى حطك في خانة اللي انت مش شخص يعني مش ما ينفعش ياسق فيه لو عايز تكذب برج التور لازم فيه صفاتين توفرهم له الامان والحماية هو بيعاشق للسيكوريتي بيحب العلاقات طويلة المدى بيحب ان هو لما يتعرف يعني على حد يكون شايف ان الشخص ده ليه مستقبل معاه فبالتالي مع برج التور ركز جدا جدا في النقطة اللي انا قلت لك عليها دي يا جماعة عشان النقطة دي مهمة جدا جدا طيب برضو من النقطة اللي انت لو عايز برج التور ان هو يقع في غرانك ويقع في حبك حاسسه ان انت شخص طموح ان انت شخص ناجح هو شخص طموح جدا وناجح فبيحب الناس ناجحة الطموحة اللي عندهم بلانس وكمال لو عايز تخلي برج التور يقع في غرامك اهتم في جسمك برج التور من الابراج اللي بيهتم اوي بمظاهر بيهتم اوي بالحاجات الخارجية بيهتم اوي بالشيب يعني فاهتم بلبسك اهتم بشكلك اهتم بجسمك كن شخصا جميلا هو بيحب الجمال وبيتافت للناس الحلوة فاهتم بجسمك اهتم برياضة بتاعتك اهتم باكلك اعمل اتعرف على ناس جديدة خليك شخص اجتماعي ما تكونش شخص كئيب اطلاقهم بس دي اسرار مهمة جدا سريعة جدا جدا في برنامج او مجموعة حلقات كل يوم معلومة عن برج احذر برج التور من الابراج التقيلة مش السهل ان هو يقع في الحب ولا السهل ان هو يعترف بمشاعره بالعكس هو دايما بيخذ بمشاعره فهبقى هيبقى بتعامل مع الناس بطريقة صعبة يعني برج التور مش برج السهل هو برج صعب على فكرة تانكيو بحبوكو ولولي الكلام ده مظبوط ولا لا ولولي تتابعوني من فين وانتو برج ايه وكمان ما تنسوش تتابعوني على الساشر ميديا على الانستجرام وعا الفيسبوك ولولي انتو كتور او الناس مرتبطة برج التور او الناس مهتمة برج التور انتو بتشوفوا ان ايه اكتر حاجة بتشد برج التور لكن الحاجات اللي انا قلتلها بالاهم الحاجات اللي لو انتو مهتمين بطريقة وانتو تو Bull ركزون dessus تانكيوم بحبوكو دارف برج هارت يا برج التور انت تعرفين طبعا من انتم والأبراج المميزة جدا إلى قلبي والأبراج اللي بحبها جدا قريبة I love tourists يا جماعة شكرا بيبوا اعملوا شارك كتير كتير احد بيحب برج التور احد من برج التور محتاج اسمع كلام ده